السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذن في الفيديو دي اليوم سوف ندر صفحة سبعة من مرجع كتابي في اللغة العربية الخاص بمستوى السادس ابتدائي إذن نص اليوم بعنوان الإنسان والحضارة الإنسان والحضارة صفحة سبعة قبل أن نمر إلى قراءة نص يجب أن نمر بمحطة ألاحظ وأتوقع إذن في ألاحظ وأتوقع كي أعطونا بعض الأسئلة اللي كانت توقعوها قبل ما نقرأوا النص يعني غير مجرد توقعات كيكون فيها بعض الملاحظات والتوقعات وكتهتم دائما بالصورة وبالعنوان إذن هنا في السؤال الأول قالنا أصف الشخصيات في المشهد إذن المشهد كان قصدوا بهذه الصورة ثم أذكر القارة التي تنتمي إليها كل شخصية وغد نحاول ونذكر القارة كل شخصية على حدة إذن إلا رجعنا للصورة أو المشهد كنلاحظوا بأنه كيمثل واحد المجموعة من الشخصيات إذن هاد الشخصيات عندها بشرة مختلفة كنلاحظوا البشرة البيضاء كينا شخصيات عندها بشرة بيضاء أيضا كينا شخصيات عندها بشرة صمرة كينا اللي عندها بشرة سوداء إذن هنا كتختلف الشخصيات من حيث لون البشرة كما أن لكل شخصية لباس كيميزة عن الشخصية الأخرى إذن كل لوحدة عندها لباس أو زي كيتسمى زي أو لباس اللي كيميز كل شخصية عن الشخصية الأخرى إذن من هنا نستخلص أن الصورة ترمزوا إلى تعدد الشخصيات وأيضا تعدد الشخصيات حسب المناطق كما أيضا كما أننا نلاحظ أيضا واحد المجسم للقرة الأرضية إذن هاد القرة الأرضية هي اللي كيتواجدوا فيها هاد الشخصيات وبالتالي هنا كتبيلنا هاد القرة الأرضية بأنها كتشتامل على حضارات متنوعة إذن هاد الكوكب اللي هو كوكب الأرض كي يشير إلى تعدد الحضاري الذي تعرفه الكرة الأرضية الشيء الذي تثبته هاته الشخصيات من خلالي قريبا على حسب الصورة من خلال الأزياء التي ترتديها كل شخصية إذن هناك تبقى فقط هذا غير ملاحظة دي المشهد إذن يمكن القول المشهد يمثل مجموعة من الشخصيات ترتدي كل منها زي إذن هذه زي أو لباس يشير إلى المنطقة التي تنتمي إليها هناك أيضا مجسم للكرة الأرضية في إشارة إلى التنوع الحضاري الذي يعرفه كوكب الأرض وهو ما تبرزه شخصيات المشهد إذن هذه الشخصيات المشهد كتبيلنا بأن الأرض كتعرف أو كوكب الأرض كيعرف التنوع حضاري وهو ما يبرزه هذا التعدد دي الأزياء والدي الشخصيات كما جاء في المشهد إذن هنا ممكن بين القارات اللي كتنتمي لها كل شخصية إذن بحل هذه الشخصيات مثلا كتنتمي إلى القارة الإفريقية أيضا كأن الشخصيات تنتمي إلى القارة الأسيوية هناك شخصيات تنتمي إلى القارة الأوروبية إذن هنا كل شخصية تنتمي إلى قارة من القارات إذن السؤال الثاني أبين العلاقة بين المشهد والعنوان إذن هنا كي بلنا العنوان كيتحدث للإنسان والحضارة كيف ما جاء هنا في العنوان الإنسان والحضارة ثم المشهد كيمثل مجموعة من الشخصيات والكل الشخصية لباس خاص بها إذن نلاحظ أن العنوان والمشهد تربط بينهما علاقة انتجام وترابط وتكامل إذن فالإنسان هو الذي يعمل على تطوير الحضارة إذن هنا الإنسان له دور كبير في بناء الحضارة وتطويرها إذن هنا كنلاحظ بأن العنوان والمشهد مترابطان ومنسجمان فيما بينهما السؤال الثالث استعين بالمشهد والعنوان والمعجم المساعد إذن المعجم المساعد هو ذلك اللي قلقوا هنا في الصفحة الموالية إذن هذا هو المعجم المساعد وهذا معجم المساعد إذن من خلال ملاحظة أو السعين بالمشهد والعنوان والمعجم المساعد وأتوقع المعلومات التي سيقدمها النص إذن ربما بملاحظة المشهد والعنوان والمعجم المساعد نستخلص أن النص ربما سيتحدث عن تطوير الحضارة عبر الزمن أو دور الإنسان في تطوير الحضارة عبر الزمن إذن هنكتبوها هنا إذن هنجيو هنا ونكتبوها بملاحظة فاحدة المشهد والعنوان والمعجم المساعد ربما نستخلص أن النص ربما سيتحدث عن دور الإنسان في بناء الحضارة عبر الزمن إذن هذا هو السؤال الثالث إذن الإجابة عن السؤال الثالث بملاحظة المشهد والعنوان والمعجم المساعد نستخلص أن النص ربما سيتحدث عن دور الإنسان في بناء الحضارة عبر الزمن إذن ده بغد ندزو باش نقرأوا النص باش نفهموه أذك الساعة نجوبوه على الأسئلة لكترافق الإنسان والحضارة تبنى الحضارة وتزدهر عندما تختفي الجائحات والحروب والمجاعة وتجود السماء والأرض بخيراتهما فالإنسان لما يكون في مأمن من الخوف والجوع تتحرر في نفسه دوافع التطلع إلى المستقبل وعوامل الإبداع فيمضي قدما إلى بناء حضارته وقد بنى الإنسان حضارته ونماها عبر حقب وعصور نعرض بعضها موجزا ومرتبا ترتيبا تاريخيا كما يلي العصر الحجري القديم بدأ فيه نمو الحضارات قبل أن يستعمل الإنسان المعادن وكانت فيه الأدوات والأسلحة مصنوعة من الحجر وفيه اكتشف إن الإنسان النار واتخذ من القهوف ملاذا له من الحيوانات المفترسة وقساوة الطبيعة وكوارثها العصر الحجري الحديث اهتدى فيه الإنسان إلى الزراعة في الأماكن التي تتوفر فيها المياه والأراضي الخزبة كمصر وبلاد الشام والعراق والمغرب واستأنس بالحيوانات واهتم بتربيتها بفضل الزراعة وعرفت حياته بعد الاستقرار فأنشأ القرى والمدن فيما بعد فجر التاريخ هو عصر الاهتداء إلى الكتابة التي كانت عبارة عن نقوش ورسوم على الألواح الصخرية ثم تطور بعضها إلى رموز وحروف ومن أشهر الكتابات القديمة الكتابة المسمارية بالعراق والكتابة الهيروغليفية بمصر والشام عصر الآلة هو عصر من العصول الحديثة يمتد من أوائل القرن العشرين إلى منتصفه وهناك من المؤرخين من حدد بدايته في أواخر القرن التاسع عشر وتوصل الإلتان في هذا العصر إلى تعويض المحرك البخاري بمحركات الاحتراق الداخلي والمحركات الكهربائية وغيرها كما اهتدى إلى صناعة السيارات والمطابع عالية السرعة والراديو والتيلغراف وطور الآلات الحربية مثل الدبابات والطائرات والغواطات والبوارج الحديثة كما بنى ناطحات السحاب إن الحضارات كيان تقافي واسع ومنتد ليس له حدود إنها غير ثابتة تتغير مع الزمن وتتفاعل فيما بينها الأمر الذي يؤدي إلى إثراء الحضارة الإنساني بشكل عام وهذا يعد مكسبا كبيرا يجب أن يستغل في تحقيق تقدم الشعوب ورفاهيتها بدل خلق النزاعات والحروب والحضارات في نشأتها ودمحلالها كحياة البشر تولد فتية ثم تتطور وتنمو بفضل نشاط أهلها ثم تدركها الشيخوخة حينما يصيب أهلها الوهن لما ينشغلون بالطرف فتدمحل لتحل محلها حضارة أخرى وفي هذا الصدد يقول وولد يورانت صاحب موسوعة قصة الحضارة ليس التاريخ إلا مواكب الدول التي تنشأها الظهر ثم تدمحل وتفنى ولكن كلا منها يترك وراءه تراثا من العادات والأخلاق والفنون تأخذه عنها الحضارات التي بعدها فهي كالعدائين في سباق يمد كل منهم مصباح الحياة إلى غيره إذن نستنقل يا قرأته شوي بسرعة لأن الفيديو سيأتي طوال ده سيأتي ندوزه باش نجوب على الأسئلة اللي كترافقه إذن عندنا السؤال الأول في أغني معجمي أكمل خريطة الكلمة تدمحل إذن عندنا هنا كلمة تدمحل نوع الكلمة هي فيل يدمحل لا يدمحل له مرادفها تدمحل يعني تتلاشى إذن تدمحل تتلاشى أو تضعف ضدها تتقوى وركبها في جملة تدمحل الأمم بنهيار أخلاقها ثم عندنا السؤال الثاني أكمل الشبكة المفردات عندنا الحضارة إذن الشبكة نجبدو كلمات عندها علاقة بهذه الكلمة إذن الحضارة عندها علاقة بالإنسان تقاليد اللباس ثم الثقافة سنمشي الأفهم وأفكر إذن عندنا السؤال الأول أحدد بداية كل فقرة ونهايتها ثم أصلها بما تتحدث عنه إذن عندنا أربعة الفقرات إذن الفقرة الأولى البداية لها من تبنى الحضارة إلى بناء حضارته إذن إذا رجعنا النص الفقرة الأولى كتبت من تبنى الحضارة إلى بناء حضارته ثم الفقرة الثانية من وقد بنى الإنسان إلى ناطحات السحاب الفقرة الثالثة من إن الحضارات إلى النزاعات والحروب والفقرة الراضعة من الحضارات والحضارات الى غيره والحضارات في نشأتها الى يمد كل منهم مصباح الحياة الى غيره هذه هي البداية للفقرات حددوا بداية كل فقرة ونهايتها حددناها الفقرة الاولى سنوصلها بما تتحدث عنه حددنا البداية ونهاية دي لكل فقرة اذا الفقرة الاولى تتحدث عن شروط قيام الحضارة والمحلالة اذا ما قرأنا الفقرة الاولى كان فيها شروط اذا ارجع باش نشوفوها اذا تبنى الحضارة الزاهرة عندما تختفي الجائحات والحروب والمجاع اذا ما ليكي استقر الانسان وكتسال الحروب والجائحات وكتولي الخيرات دي كساكي استقر الانسان وكيبني الحضارة دي لها اذا الفقرة الاولى شروط قيام الحضارة وضمحلالة اذا هنا كتحدث لنا على كيفاش او شروط التي تبنى بها الحضارة ثم الفقرة الثانية اللي قلنا من بادية وقد بانى الانسان وحضارته الى ناطحات السحب هنا كيحدد لنا الكاتب فيها واحد العصور اللي كتطور فيها الحضارة اذا هدر لنا على الحضارة في العصر الحجاري ثم الحضارة في العصر الحجاري القديم ثم الحديث فجر التاريخ وايضا الحضارة في عصر الالة اذا الفقرة الثانية التطور الحضاري عبر العصور الفقرة الثالية التالية قلنا من ان الحضارة كيان ثقافي الى النزاعات والحروب اذا الفقرة الثالية تتفاعل الحضارة وتكاملها اذا ان الحضارة كيان ثقافي واسع ممتد ليس له الحدود اذا كي هنا تتظل نعلى التفاعل الحضارة والتكامل فيما بينها ثم الفقرة الاخيرة ما صار الحضارة من النشأة الى الادمحلال اذا هناك يحدد لنا الكاتب ما صار ديال الحضارة من نشأتها الى ادمحلالها السؤال الثاني بما يتميز كل عصري من العصور المذكورة في النص اذا النص جوا فيه اربعة العصور عندنا العصر الحجري القديم العصر الحجري الحديد فجر التاريخ ثم عصر الالة اذا العصر الحجري القديم تميز باكتشاف النار وبداية نمو الحضارة اذا تميز باكتشاف النار وبداية نمو الحضارة اذا للاشارة قبل ما نواصل هذا النص نقرأه مزيان نقرأه متفحصة نقرأه مزيان نستطيع الكلمات التي يرادوا شرحها او تفسيرها ونفهم كل فقرة ونحاول نديره ما فيها بس نديره كل فكرة لكل فقرة باش يتسنلنا اننا ننجوب على الاسئلة اذا انا هنا كنحاول نصرح باش ما يجيش الفيديو طويل ولكن انتم مخصكم تفهموا ماشي غير مجرد ان نجاوب مكتوب صفر باش تكتبوا يعني كل فقرة غادي تقراها وغا تشوف العصر الحجري القديم مثلا هاد الفقرة باش تميزات من اللي كنقرأ هاد الفقرة بدأ فيه نمول حضارات قبل ان يستعمل الانسان المعادن وكانت فيه الادوات والاسلاحة مصنوعة من الحجر وفيه اكتشف الانسان والنار باش نكتب الجواب نشوف نيت واش هاد شي نيت اللي تحدثت عليه الفقرة او لا لا اذا العصر الحجري القديم باش تميز تميز باكتشاف النار وبداية نمو الحضارة نمشيه العصر الحجري الحديد تميز باكتشاف الزراعة وقداية الاستقرار لان الكاتب قال لنا فيه بان الانسان اهتدى فيه الى الزراعة في الاماكن التي تتوفر فيها المياه والاراضي الخصبة ثم بعد ذلك استطاع الاستقرار اذا مادم انه اكتشف الزراعة فبالتالي استطاع الاستقرار وبالتالي بنا المدن والقرى اذا تميز هذا العصر باكتشاف الزراعة وبداية الاستقرار ثم جاء فجر التاريخ فجر التاريخ هو اللي اكتشف تميز باكتشاف الكتابة وبذلك بدأ التاريخ ثم تلاه عصر الآلة وهذا العصر هو الذي نعيشه الان وهو تميز باختراع الالات المتطورة التي سهلت على الانسان العمل في شتى المجالات اذا هذا هو ما باش تميز كل عصر اذا عصر الآلة تميز باختراع الالات المتطورة التي سهلت العمل في شتى المجالات اشرح وهو عبارتي النص التاليتين وهذا يعد مكسباً كبيراً يجب ان يستغل في تحقيق تقدم الشعوب ورفاهيتها بدل خلق النزاعات والحروب اذا امشي الفقرة الثالثة في تحدث النص على هذه الفكرة ان الحضارات كيان ثقافي واسع والممتد ليس له حدود انها غير ثابتة تتغير مع الزمن وتتفاعل فيما بينها الامر الذي يؤدي الى اثراء الحضار الانساني بشكل عام وهذا يعد مكسباً كبيراً يجب ان يستغل في تحقيق تقدم الشعوب ورفاهيتها بدل خلق النزاعات والحروب اذا هنا الكاتب اشنك يقولينك يقولنا بان الحضارة وهو حلكيان ثقافي واسع وممتد يعني ما عندوش الحدود وهي ايضاً تابتة تتغير مع تغير الزمان لذلك فيجب على الانسان ان يستغل هذا التطور وهذا الحضارة شي حاجة اللي غتفيد الانسانية وغتفيد الشعوب وغتحتهم في تطورها ورفاهيتها بدل استغلال ذلك في الحروب والنزاعات التي تهدد امنه وسلامته وايضاً تهدد بزعزعة استقراره اذا الفكرة المستقعة من هذه العبارة التي قالها الكاتب اذا يشير الكاتب الى ان الحضارة كيان ثقافي يجب ان يستغل في تطوير الشعوب واثرائها وتحقيق رفاهيتها واستقرارها وليس في خلق الفتن والحروب بينها وزعزعة استقرارها ثم العبارة التانية تدرك الشيخوخة الحضارة حينما يصيب اهلها الوهن لما ينشغلون بالترف اذا الفكرة كينف الفقرة الرابعة والحضارات في نشأتها ودمحلالها كحيات البشر تولد فتية ثم تتطور وتنمو بفضل نشاط اهلها ثم تدركها الشيخوخة حينما يصيب اهلها الوهن لما ينشغلون بالترف فتدمحل ويتحل محلها حضارة اخرى اذا هنا كيحاول الكاتب يوضح لنا ان الحضارات تشبه الحياة الانسان تولد وكتنمو وكتطور وكيجي واحد الوقت اللي كتشيخ يعني ما كتبقاش صالحة اذا امتى ما كتبقاش صالحة الى اهملها شعبها مثلا نشغلوا عليها بالترف يعني بشيحواج ليلهاتهم على الحضارة ديكساها تدماحل وكتلاشا لتحل محلها حضارة اخرى اذا عندما تتهاون الشعوب وتتكاسل وتشتغل عن حضارتها وتهملها فان ذلك يؤدي الى تلاشيها واضمحلالها اذا عندما تتهاون الشعوب وتتكاسل وتشتغل عن حضارتها وتهملها فان ذلك يؤدي الى تلاشيها واضمحلالها السؤال الرابع أعبره السؤال الرابع المطلوب أعبره عن فكرة أو الفكرة العامة للنص إذا الفكرة العامة كنقرأ النص كامل كنشوفه أشنا هو الفكرة اللي يجا كيهدر على النص إذا الفكرة العامة للنص تطور الحضارة وازدهارها رهين بإرادة أهلها إذا الإنسان هو اللي كيخلق هاد الحضارة وكيساهم في تنميتها إذا لك الإنسان ناشيط وقدر أنه يطورها رك يزيد بالحضارة إلى الأمام وإلا إلى تكاسل ونشاغل عليها فإنه بذلك يساهم في تلاشيها ودمحلالها فتظهر حضارات أخرى السؤال الخامس ألخص الفقرة الأخيرة من النص إذا تلخص الفقرة الأخيرة يشبه الكاتب الحضارة بحياة الإنسان فهي تولد ثم تنمو وتتطور بفضل عزيمة ونشاط أهلها لتضمحل وتتلاشى عندما يصيبهم يعني هذا الأهل إذن لتضمحل وتتلاشى عندما يصيبهم الوهن وينشغلون عنها وبين هذا وذاك يعني بين تطورها وتلاشيها تترك وراءها إذ تن تتوارته تتوارته الحضارات اللاحقة ثم نمر إلى أقرأ وأتحقق أذكر المؤشرات التي استنبطتها من المشهد والعنوان والمؤجم المساعد لأبني توقعي إذن إذن شنين مؤشرات؟ يعني من خلال المشهد لاحظنا بأن المشهد يضم مجموعة من الشخصيات وهي شخصيات إنسانية لها دور في بناء الحضارة أيضا العنوان يتحدث عن الإنسان والحضارة وفي ذلك إشارة إلى أن الإنسان مسؤول عن تطوير حضارته ودمحلالها وفي المعجم المساعد لاحظنا بأنه يعطينا مرادفات لبعض الكلمات التي تدل عن إذن محلال الحضارة وضعفها إذن هذه كلهم مؤشرات كتبين بأن الإنسان رهين بتطوير حضارته أو إذن محلالها إذن الإنسان عنصر فعال في الحضارة هل ورد في النص ما تم توقعه وبرره جوابي؟ نعم ورد في النص ما تم توقعه لأن الإنسان كيفما قلنا أنه هو السبب في بناء حضارته بيده أن يطور حضارته ويذهب بها إلى الأمام أو يسير بها إلى الأمام كما أنه بيده أن يساهم في تلاشيها وأيضا في ضعفها ودمحلالها إذن هذا كيف يبقى غير مجرد تحققات من التوقعات التي توقعنا سنمر الآن إلى استثمر أملأ الجدول بألفاظ من الفقرة الأخيرة إذن هنا سنمشي الفقرة الأخيرة ونجبدو ألفاظ تدل على الإزدهار إذن إذا رجعنا للفقرة الأخيرة تلقوا مجموعة من الألفاظ التي تدل على الإزدهار الحضارات في نشأتها ودمحلالها كحياة البشر تولد فتية ثم تتطور إذن تطور كيدل على الإزدهار بفضل نشاط أهلها ثم تدركها الشيخوخة حينما يصيب أهلها الوهن ولما ينشغلون بالطرف إذن الطرف أيضا يدل على الإزدهار فتدمحل لتحل محلها تدمحل تدل على الإنحطات إذن هذو كلهم كلمات أو عبارات تدل على الإزدهار والإنحطات وأيضا كان بعض الكلمات أو ألفات تدل على الإرث الحضاري بحال الإرث بحال عادات أخلاق فنون إذن هنا قد يتملكم هنا إذن ألفات دل على الإزدهار كيدل تتطور تنمو نشاط طرف تزدهر ألفات دل على الإنحطات كيدل إدمحلال الشيخوخة الوهن تدمحل تفنى وألفات دل على الإرث الحضاري كيدل عندنا حضارة إرث عادات أخلاق فنون السؤال الأخير شبه وولد يورانت تعاقب الحضارات بقوله فهي كالعدائين في سباقين يمد كل منهم مصباح الحياة إلى غيره فيما يشبه تعاقب الحضارات تعاون عدائي فريق واحد في سباق إذن لاحظة بعض المرات كانت تفرج في ألعاب القوى كان لاحظة واحد السباق اللي كيكون فيه بعض العدائين كيف تشبه تعاقب الحضارات تعاون عدائي السباق؟ كيف تشبه تعاقب الحضارات تعاون عدائي السباق؟ إذن تعاقب الحضارات يشبه تعاون عدائي فريق واحد في السباق فإذا كان العداء اللاحق يتم ما بناه سابقه يعني هذ العدائين علش كيدلوها كوك باش يربحوا السباق إذن فإذا كان العداء اللاحق يتم ما بناه سابقه من أجل المواصلة ودمان فوز فكذلك الشأن بالنسبة للحضارة فهي مرتبطة بسابقتها يعني الأسلاف جيونا كيبنيو وإحنا كنجيو من بعد وكنكملو يعني كل حضارة كتكون هي مهد لحضارة لاحقة يعني كل حضارة سابقة كتكون مهد لبناء حضارة لاحقة إذن فهي مرتبطة بسابقتها حيث إذا دمحلت وتلاشت تسلم المشعلة للاحقتها لإتمام ما بانته سابقتها إذن عاون تعاقب الحضارات يشبه تعاون عداء فريق واحد في سباق فإذا كان العداء اللاحق يتم ما بناه سابقه من أجل المواصلة ودمان الفوز فكذلك الشأن بالنسبة للحضارة فهي مرتبطة بسابقتها حيث إذا دمحلت وتلاشت تسلم المشعلة للاحقتها لإتمام ما بانته سابقتها إذن إلى هناك تنتهي التماري الخاصة بدرس الإنسان والحضارة أو نص الإنسان والحضارة موعدنا يتجدد مع حص درس لاحق بحول الله ترجمة نانسي قنقر